سلام عليكم اهلا وسهلا بيكم يا احلى واجمل بانيليات تعالوا مع بعض النهاردة نحشي ونشطب كيك مني مع بعض لكن بفكرة جميلة جدا جدا طرطة اللي عندي النهاردة طرطة مقاس 16 بتكافي من 4 ل 5 افراد لكن علشان عالية شوية فهي ينفع تكافي معايا من 6 ل 7 افراد مقاس 16 ويكافي 7 افراد لان الكيك عالي وده بيفرق معايا في حجم القطع اول حاجة انا مقطعها 3 طبقات وطبعا بحشي كريمة فانيليا ومعايا كمان سيرب خفيف بارد 2 ل 1 يعني 2 مية ل 1 سكر وعليهم عصرة لمونة بعد الغليان بسيبها تبرد وبسي الكيك وبحشي الترطة هنا في الحشب وفي التغليف اخدت معايا كوباية كريمة يعني 120 جرام بس فعشان كده هي موفرة جدا جدا وحطيت اخر طبقة وبرده سايتها بالسيرب وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه اول حاجة طالما بنشطة بترطة كريمة يبقى لازم نشيل الزوايط طبعا كل شيخ وليه طريقة بس انا بفضل اوي اني اشيل الزوايط دي منها ان الكيك بيبقى لونه مختلف مش فانيليا فاتح يعني وكمان لما بشيل زوايط الكريمة بتسهل علي التجليس ما بتبقاش بقى طلع حتة زيادة دخل حتة زيادة الكيك مش بيتكشف مني هنا في كريمة التغليف انا حابة احط كريمة ايفوري فهحط لونين لون اصفر مع لون بني علشان يديني لون ايفوري غامق اللي هو البيج او الوفويت هبدأ اشطب الكيك بالشكل ده هحط الكريمة على الحواف كلها واغطي كل الكيك باستخدام كيس حلواني وبزبط الكريمة بالشكل اللي انتو شايفينه ده خلصت كل كمية الكريمة بالشكل ده وببدأ بالسباتيولا افرد الوش الاول وبعدين افرد الجوانب طبعا اي زيادة معايا انا بشيلها على حفة العجان علشان خاطر السباتيولا تشتغل كده باريحية وتشيل كل الفراغات وتزبط اي نغبشة في الكريمة مازالت موجودة بعد ما عملت كده ببدأ امسك السكرابر الكبير وابدأ اجلس كل الجوانب بتاعة الكيك معايا وكمان اشيل الزوايد من فوق بشيل الزوايد من فوق باني بني من حفة السكرابر كده وبدخل الكريمة معايا لجوه بحيث اي زوايد متعملش معايا كلكاعة كده في الحفة تعالوا مع بعض نشوفي التكنيك ده فرشة سيليكون ناشفة ونضيفة والشعر بتاعها مش بماسك في بعضه كله مفرفط كده بسبتها على الجوانب وبعلى ايدي صنطي بصنطي وما بشيلش ايدي لغاية لما بوصل لحفة الترطة من فوق وبكمل على السطح لغاية المنتصف وبرفع ايدي فبتدي معايا الشكل ده هنا جبت شوية مية وحطت فيهم نقطة من اللون الاصفر ونقطة من اللون البني وقلبتهم مع بعض انا عايزة اخد اساس الدست اللي انا هشتغل عليه حطتهم في الستوانة بتاعت الدست وخدت حبة صغيرين حسيت ان دو الكطار كمان قللت لغاية لما اخدت يدوب يعني حبة صغيرة قوي كده صنطي منها وحضرت معايا اتنين نوع من الدست دست دهبي ودست نحاسي الدست الدهبي كان لسه فيه يدوب شوية صغيرة حوالي ربع العلبة حطتهم وكمان كملت عليهم بربع العلبة التاني من الدست النحاسي قفلت العلبة كويس بالغطى بتاعها وبدأت ارجها كويس كده علشان اعمل ميكس حلو بين اللونين واللونين يتحدوا في المياه كويس بعد ما عملت كده انا جبت اداة الاربراش بتاعتي الاربراش ده متوفر في السوق المصري عادي جدا سعره من 100 ل120 جنيه سبته كويس طبعا ده اللي مش اصلي التقليد لان الاصلي بيعدي الالفين ونص بالمصري قلبت كده جهاز الاربراش وشلت منه اللستوانة الصغيرة اللي بتكون موجود جوه وبدأت ارش على حواف الكيك انا عايزة ارش على وش الكيك من فوق وعلى التلت اللي فوق الفقاني من الكيك طبعا بيعمل بهدلة جمدة حوالينا وكل حاجة حوالينا بتبقى دست بس مش مشكلة بتنضف بسهولة بدأت اركز قوي على الوش وعلى الجوانب من فوق الجوانب من تحت انا لسه هعمل لها تزيين فمش فارق معايا قوي ان ييجي عليها دست بفضل اكمل لغاية لما اخد اللون اللي انا عايزاه وكل الكمية اللي معايا بتخلص بقية الكريمة اللي عندي حطيت فيها لونين لون احمر مع لون اسود انا عايزة ااخد لون نبيتي اكتر لون يليق مع اللون الدهبي هو اللون النبيتي فانا عايزة لون نبيتي غامق زي كده ملكحلي بيليق مع الفضي فالنبيتي بيليق قوي قوي مع اللون الدهبي حسيت ان القوام سايح شوية فضفت له شوية كريمة بودرة وقلبتهم كويس بالمضرب وبقى هو ده القوام اللي هشتغل بي استخدمت هنا تيب وان ام هعمل ايه؟ هعمل شكل الضفيرة روزيتة من فوق وروزيتة من تحت فيقفلوا على بعض شريطة من فوق وشريطة من تحت فيقفلوا على بعض فيديني شكل السلسلة المضفرة زي ما انتو شايفين كده كمان هعمل دور تاني من فوق نفس التكنيك سلسلة من فوق وسلسلة من تحت لغاية لما اكمل كل الدائرة عندي فيبقى عندي كده دورين من الكريمة مع من فوق اللون الدهبي كمان استخدمت تيب تلتمية تلاتة وتلاتين في اني اعمل وردة واحدة بس من فوق وحطيت تلات فروع ورق من الشجر التورتة سهلة جدا ولطيفة جدا وعرفنا فيها التكنيك اليرفراش اوعي تنسوا اللايك والشير واي سؤال تحت امركم ودومتم احلى واجمل فانيليات اشتركوا في القناة